أكد وزير الخارجية سمح شكري على الأهمية التي توليها مصر للعلاقة مع الصومال مشددا على تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه خلال لقائه القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر في العاصمة الأغندية كيمبالا شدد شكري على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره من جانبه رحب المسؤول الصومالي بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي أعرب عن تضامن الدول العربية الشقيقة مع الصومال كما أشهد بمواقف العديد من الدول الإفريقية الدعمة لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واتفق المسؤولين على مواصلة التشوري وتنسيق الوثيق خلال المرحلة القادمة